صباح الخير عليكم مشاهدينا يوم جديد ونهار جديد نهار اخر ايام شهر يناير 31 يناير 2018 بكرة يبتدي شهر جديد من سنة جديدة جميلة 2018 النهاردة يوم الحقيقة مهم لانه الرئيس هيفتتح حقل ظهر واليعد من اكبر حقول الغاز اللي تم اكتشافها مؤخرا في البحر المتوسط اكيد كلنا سمعنا كلام كتير جدا على حقل ظهره وتوقعات كبيرة جدا بالاحتياط الموجود فيه من الغاز الطبيعي والبترول فاعتقد لده حدث مهم جدا ممكن يفرق كمان في استخدام الطاقة في مصر حيفرق بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري في التنمية الاقتصادية في مصر كل ده النهاردة الرئيس سيفتتح المرحلة الاولى من حقل ظهر والي ابتدى تشغيله تجريبيا في شهر ديسمبر الماضي وبحجم احتياطي نحو 30 تريليون قدم غاز تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط وتبلغ استثماراته نحو 15 مليار دولار ده هيعمل فرق كبير اكيد نتمنى انه يكون او يعوم بالخير على بلدنا بشكل كبير ان شاء الله بجانب الحدث المهم الابرز في يومنا النهاردة هو الافتتاح الحقل الغاز هيكون كمان معنا مجموعة فقرات الحقيقة متنوعة منها فقرة المرور بتكون فقرة معنا كل يوم اربع وبانتبعها مع اللواء احمد عاصم ضيف اللواء احمد عاصم النهاردة هو استاذ وجدي ريز الكاتب الصحفي بالاهرام ورئيس قسم التحقيقات وحيتكلمه عن موضوعات تهم المواطن وتهم المرور او خاصة بالمرور هيكون عندنا كمان فقرة مع صاحب اول قناة تقنية تحصل على درع اليوتيوب الفضي وتقنية يعني التكنولوجيا واستخدامات التكنولوجيا والحاجات دي كلها كلنا بنبقى عايزين نعرف حاجات ديتيلز وتفاصيل كده عن ازاي نستخدم الادوات التكنولوجية او الاجهزة التكنولوجية دي هتكون معانا الفقرة دي مع شريف عبد الرحمن مؤسس اول قناة تقنية على اليوتيوب معانا كمان كتاب عن تقنيات الكتابة السينمائية لكل المهتمين بالكتابة السيناريو والكتابة السينمائية فيه كتاب جميل ظهر مؤخرا لدكتور نادي الرفاعي مدرس النقد السينمائي في اكاديمية الفنون يسهل عليكم او يقدم لكم تيبس عن تقنيات كتابة السيناريو هيكون كمان معانا الاصدار الاول لمجلة الهدف الواحد وهي مجلة بتقرخ لتاريخ الشرطة وحيكون ضيف الفقرة استاذ عادل سعد رئيس تحرير مجلة الهدف الواحد بعد الفاصل على طول هنبتدي فقراتنا معاكم نهاردة يوم الاربع واحد وتلاتين يناير 2018